محاضرتنا اليوم اللي هي آخر محاضرة إن شاء الله في شابتر 2 بلعنا موضوعين نحكي فيهم موضوعين مهمات جدا صراحة بيكملوا الحديث اللي صار المحاضر الماضي موضوع الكوكيز أو اللي هو keeping the state في ال-HTTP حكينا إنه المرة الماضي إنه ال-HTTP as a protocol is stateless يعني does not keep state فالآن لأنه في فائدة إنه to keep state أحيانا فشو سعوا هم أضافوا مفهوم الكوكيز to keep the state لكن هذا outside the protocol يعني هم بيستخدموا البروتوكول عشان يوصلوا المعلومات لكن فعليا this is not part of the protocol يعني عمرية كيف تحتفظ بالكوكيز وكيف تخزنها وكيف تستخدمها هاي تم إضافتها بس من خلال المسجز في البروتوكول لكن فعليا المانج من تبعتها مالهاش علاقة في البروتوكول هي managed by the the server application or the server owner or buy the browser على client site هذا موضوع الموضوع التاني اللي رح نخدم فيه هذا الشابتر اللي هو موضوع كتير كتير مهم اللي هو موضوع الكاش أو البروتوكول فبالنسبة للكوكيز نمر عليها بشكل سريع مفاهيمها سهلة وأعتقد أنكم فاميلر ماها كتير من الوеб سايز بتستخدم الكوكيز شو الهدف من الكوكيز الهدف أني أنا أحتفظ بمعلومات دعيني أجيب لكم من الآخر قبل ما أدخل بالتفاصيل بسه الآن أنت دخلت على موقع إي كومرس كتير من الناس الآن مع البنداميك ومع الحجر كتير بتستخدم الإي كومرس تطلب شغلات على النتو وتأتيها تمام؟ أنا الآن دخلت على موقع وبدأت أن أتفرج على المشكل الموجود دعيني أخذ أحسن أكبر مثال ننكرش أنه أمازون هو أكبر موقع الإي كومرس في العالم في تاريخ الإنترنت دخلت على أمازون وبدأت أعمل براوزينج أعمل سيرش والله بدي لابتوب بمواصفات معينة بلشت أعمل سيرش وأدخل سيرش وأنتقل من واحد للتاني الآن بالنسبة للأمازون يهمه يحتفظ بهاي المعلومات عنك عشان إذا صار فيه عروض إذا شرت برادكس جديد ضمن الإشي اللي أنت مهتم فيه يحاول يسوق لك إياه يحاول يبعت لك إنه والله إجتني شغلات جديدة أو صار فيه ديسكاونت معين تعال إشتري لأنه هدفه بالنهاية بيع ويربح ففيه فائدة من جانب الإي كوميرس سايت إنه هو يحتفظ بمعلومات عن على سبيل المثال أحمد محافظة شو بيهتم وإيش الشغلات اللي يدور عليها طبعاً لما أنت تعمل سيرش عدة مرات على أكثر من شغلي بيبلش بهم طبعاً بيوظفوا الإي آي كثير بالشغلات هاي بيبلشوا يحاولوا يفهموا أنت شو الشغلات اللي بتحبها شو العلاقة بين الأشياء ومهدى ذلك بيحاولوا يبنوا بروفايل إليك على حسب الاهتمامات تبعتك فكل مرة بيصير عندهم ديسكاونت أو بصير بينها عروض جديدة أو بصير عندهم برادكس جديدة بهموا أن هاي اللي بروفايل يجيعرضها عليك لأنه غير فك أنت على الأغلب مهتم فيها عشان يحاول يخليك تشتري ويربح منك وهذا يعني فير ديد إذا أنت بترضى هذا الكلام من ناحيتك أنت كمشتري الآن أنا دخلت على أمازون عسبيل المثال بدي أدور على كتاب في الوالس انسا نتورك لأنه أمازون أساساً كان موقع لبيع الكتب إداية بلشت أدور على كتب الوالس انسا نتورك تمام؟ وأنا بنص السيرج يجتني مكالمة طارئة أنه فيه شغلي فاضطريت أطلع طريت أطف الجهاز وأطلع فالشغل تبعي وقف في نصه الآن أنا بهمني أو على سبيل المثال وجدت كتاب كتابين كويسات حطيتهم في الشوبين كارت إنه هذول بدي أشتريهم تمام؟ وما كملت بروسس وطريت أطلع بهمني لما أرجع مرة تاني على أمازون أكمل من محل ما أنا وقفت بدل ما أفقد كل شيء وأرجع أبدأ من جديد ففيه فائدي على الكلاينت وفيه فائدي للسيرج فصارت الحديث إنه طالما فيه فائدي من الطرفين إذا برضى الطرفين ممكن نحط الكوكيز المعلومات هاي بحيث إنه أنا أخذ معلومات عن الكستمر إذا هو بيرضى وأعرف شو اهتماماته عشان أصير إيش أعرض عليه معلومات أعرض عليه برودكت مثلا في حالة الإي كوميرس وبنفس الوقت اليوزر إذا انقطع السشن اللي هو شغال فيه سواء هو طلع أو انقطع الإنترنت أو قطع الكهرباء إذا بصير فينا تعمل الله يسترد يوم ما تقطع الكهرباء كمان مرة تمام؟ وفقدت السشن أستطيع أعمل ريزمشن لنفس السشن وأكمل من حيث انتهيت ببسط الفكرة العامة هاي كانت الفكرة من الكوكيز إذا الكوكيز بتتكون من أربع كومبونت أول كومبونت اللي هي الكوكي هيدر لاين في الـ هاي لما السيربر يرد عليك لما أنت تطب معلومات دخلت على أمازون لأول مرة على سبيل المثال من جهاز جديد مجرد دخلت على أمازون لأن أمازون يستخدم الكوكيز شو رح يساوي أمازون في الـ رسفونس ميسج تبعته لما تفتح الوبيج تبعه مباشر رح يحكي لك سيت كوكي رح يحكي للمبراوزر سيت ديس كوكي عندك في الكاش في الديتابيس في اللوكال كمبيوتر طبعا انت كيوزر بإمكانك تمنع هذا الكلام إذا انت في براوزر في الكاش أمازون يعرف عنك كثير ممكن يمكن تسيت للمبراوزر تبعك إنه ما رح يستطيع يعمل سيت للكوكيها على الجهاز لكن إذا تستطيع سيت سيت للكوكيها سنرى التفاصيل كيف أوكي ففي رسفونس ميسج بيحكي له انه سيت كوكي الآن انت لو تدخل بعد يوم يومين بعد أسبوع الكوكي مخزنة عندك الكوكي ID فلأنت لو تعمل ركوست جديد للHTTP بعد فترة بالمسج إذا أنت إذا أنت تستطيع الكوكي الريكوست ميسج تبعك للأمازون في كوكي خاصة في الأمازون مباشرة سيدخل الكوكي داخل الكوكي ID داخل الريكوست ميسج هذا ما سيساوي سيحكي للسيرفر ترى دير بالك هذا الشخص دخل قبل وهذه الكوكي تبعه هذه الريكوكي تبعه فما سيكون المساوي السيرفر يخزن معلومات في الديتاباز عنك ويسترجع هذه المعلومات لكي يتابع معك الكوكي فالكوكي 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 خاصة ففي عندك الكوكي ففتح أي حدا منك على البروزر تحس كل براوزر له طريقة مختلفة دور على الكوكي فالكوكي فالكوكي خاص بكوكي معين إذا ستلوي الكوكي طبعا بعض الويب ستجبرك تستخدم الكوكي سترونك إذا كنت تتعامل معي يجب علي الكوكي إذا كنت لا تتعامل فالكوكي فأحيانا يجبروك تستخدم الكوكي على أي حال تستخدم الكوكي في الكوكي في تحس في têm وهذا عادة يكون مثلاً كروم وفيرفوكس وإدج ثلاثة موجودين على جهازك كل واحد عنده كوكي فائل خاص فيه ومانجد ب بايت براوزر فهي مانجد بايت براوزر موجودة على الهوست وفي عندك باك انت ديتابيز موجود على الويب سايت اللي هو فيه المعلومات عنك واللي اسوشياتد مع الكوكي اي دي اللي هو ايش اعطاكيها في البداية مثال شخص سوزان اسمها تدخل على الانترنت من البي سي تبعها وتروح على سايت دخلت لأول مرة فأول ارسلته السايت يعمل تجربة لأيدي انتبه لها تكون يونيك وهذا السيرفر يحدده فالسيرفر عنده مجموعة ايدي ويعمل أسايمت بالطريقة اللي بديوا بيها بس على الأقل عشان يميز الناس عن بعض بيعمل يونيك اي دي حتى لو ما اخذش معلومات حتى لو ما عرفش اسمك او ما اخذش معلوماتك الخاصة على الأقل بيكون عارف انه هذا الجهاز اللي هو جهاز انه انت عملت اكسس او اللي سوزان عملت منه اكسس انه هذا الجهاز دخل على الوب سايت قبل هيك وهي كانت ال اي دي اللي اعطيت فيها فهذا انشو بكون عامل يونيك اي دي تمام وانتري in the back end database for the id اذا اي اشتاوات عمل create عمل create لانتري في الديتابيس تبعو وحط هاي اليوزر اي دي شوف مثال هاي client وهاي server انت على ال client side في الجهاز تبعك عنده كوكي فايل لإي بي بس وهذا الرقم تبعها ال id 8734 تمام تمام مرة على امازون سيربر شو امازون سيربر بساوي لانه بيستخدم الكوكيز بيعمل creation لينيك اي دي 1678 for that pc or for that user on the pc هو فعليا لل pc وcreate entry في ال back end database تبعو والكي تبعو هو ال id تمام وبرجعلك في response message set cookie يعني بحكي لالي براوزر set this cookie for me within the your computer فشو بيساوي بيجي على الكوكي فايل بيجي على الكوكي فايل بيجي على ال new cookie لأمازون وبعطيها الرقم اللي إيش اللي حددوا السيربر تبع امازون الآن أي مرة بتعمل request لنفس السيربر اللي هو ال amazon server مباشرة لبروزر شو بيساوي بيحط هاي ال entry في ال request بيحكيله ترى الكوكي نمبر 1678 فشو بيساوي الآن السيربر وحط لك الكوكي بيكون محتفظ بمعلومات عنك والهيستوري تبعك والإهتمامات تمام فأول ما بتدخل مباشرة آه أهلا أحمد شو أخبارك يعني مش شو أخبارك بس المقصود إنه هاي عنا عروض كويسة إليك وما إلى ذلك هاي زي welcome message تمام ومرات بيبعث لك شغلات خاصة بأنت يعني recurring customer يعني بتظلك تشتري من المقصود فهاي بتعطي شوية convenience وإلى هفوائد زي ما حكيت لو أنت يجيت بعد أسبوع بعد شهر تمام من نفس الجهاز وبعدها الكوكي فايز موجودة ترى دير بإمكانك تلغي الكوكي فايز بأي لحلة تدخل وتعمل delete cookie أو delete cookies إذا عملت delete cookies رح تبدأ مرة تاني من هون إذا ما عمل delete للكوكيز تدخل مرة تاني على السيرفر في أي وقت تاني نفس الشيء رح يمرر له الكوكي اي دي تمام ورح يعمل أكسيس للباكينت ويرد عليك بناء على المعلومات المخزنة في الديتابيز عنك أوكي أي سؤال سوفار واضح الموضوع بسيط جدا هذا كيف يحصل أنت الان كيوزر إليك الحرية تختار كوكيز أو كاش كوكيز تلغي الكوكيز بأي لحظة بدك إياها لو لغيت الكوكي في أي لحظة بدك إياها بعد فترة ستصبح obsolete في الديتابيز ورح سيكبع بالتالي إذا لم يكاش أي لوجه إليس من الكاش أكاون في هذا السيرفر بإمكانك تخزن فيها username وdatabase هذا الكلام خطير إذا تخزنت as a plain text أي حدا يستطيع دخل على الجهة سبعك بإمكانك يأخذ username والpassword فهذه فيها خطوة على استخدامها shopping cart مفيدة زي ما حكينا سأكون هنا تسوق وانقطع الاتصال أو صارت مشكلة وما كملتش بس تطيع المرة الجاي أدخل يقول لها shopping cart وين وصلت المرة المال ماذا تخطط ها كمل recommendations سيطيع تخطي على marketing information على new products and so forth user session state هذا قبل شوية انت كنت شغال على الجهاز وقطع الاتصال قطعت الانترنت أو قطعت الكهرباء وكنت شغال على الوеб email تمام فالسession تبعتك انقطعت أول ما ترجع الاتصال مرة ثاني يعمل resumption للسession يرجع يكمل محل موجود تتضطر انك ترجع تعمل login جديد من خصص هذا يجب كيف استخدم كيف تستخدم الاتصال HTTP stateless لكن كيف اعتقد الاتصال protocol end systems they maintain the state at the center and the receiver على server where the client is for the multiple transactions هذه عملت on top of the HTTP مش parted HTTP لكن تم استخدام الاتصال HTTP لتحكم هذه الأشياء على client PC أو server PC تمام فإذا ما حكينا HTTP message they carry the state لكن هذا كل يعمل HTTP cookies and privacy كما تنتبه ان الكوكي permit Sae to learn a lot about you بعض الناس يحب انا اريد اشتر اشتر كيف انا المهتم ماشي بس كل واحد حسب كيس وحسب ايش هو بفضل لا اذا الناس عرفت عنك وبرضو عرفت الID تبعتك والإيميل معناها معناها اخذوا عنك معلومات كثيرة لأنها معلومات ممكن يبيعوها ممكن يستخدموها لصالحك ويستخدموها لضدك ف يجب انت حسب الويبسايت في ويبسايت لا يثخذهم في ويبسايت يجمعوا معلومات عن الناس عشان يحاولوا يخترقوا حساباتهم يخترقوا أي شيء لهم على الانت ف يجب انت ات أي سؤال على الكوكيز موضوع بسيط بس عشان نكمل فكرة كيف تقوم الوصول أي سؤال قبل انتقل للبراكسي طيب ما في سؤال ونكمل طيب ركزوا معي الموضوع هذا يريده شوية وتركيز لأنه المعلومات شوية دقيقة مضرور يجب أن يكون فاهمينها بدقة مفهوم الويب كاش أو الويب كاش اللي تتذكروا ناقشنا شوية فيه لما تفرجنا على الموبي في أول محاضرة وحكينا بأكثر مناسبة حكينا أنه هذا الحكي يحصل في الويب كاش طبعا في الويب كاش التنين نفس المعنى تمام ما الهدف من الويب كاش أو الويب كاش تستطيع تستطيع الويب without involving original server هذه فكرة الكاش تتذكروا في الكمبيوتر architecture في الويب عندما أخذنا الكاش ميموري ماذا تتذكرون من تتكلم ما كان الهدف من الكاش ميموري أو ما الهدف من الكاش ميموري في الأجهزة تقلل الوصول للرام تقلل الوصول للرام لماذا لماذا تقلل الوصول للرام لأنه بشكل عام بطيء عادة الكاش ميموري ستكون سرعتها عالية جدا حجمها صغير وسرعتها عالية جدا المعلومات في الكاش ميموري كثير أقل من الراكس لرام لذلك الكاش ميموري تستخدم عشان أسرع الراكس طب أنا الكاش حجمها صغير نسبيا بالنسبة للرام طب شو بدي حط فيها لا أحط كنت يستخدم شو بحط فيها ممكن بحط الـ current state يعني بالضبط مش من بداية تشغيل PC كيف قد خصدك الـ current state يعني مثلا بتكون محطوط فيها الأشياء المختصة بالإشي اللي فاتحوا أنا بهذا الوقت بس يعني مثلا فاتح مثلا جوجل كروم تكون مختصة أن محط فيها المعلومات تاعة جوجل عن الكاش بمفهوم الويب كان سؤالي صراحة عن الكاش ميموري بس عشان أوصل الفكرة بس أكد أنكم فاهمين مبدأ الكاش في الـ architecture وابدأ أرجع مرة ثانية لموضوع الويب بعد شوية بس إذا تسمح لي كان سؤالي مفهوم الكاش ميموري لما عندي الرام وعندي الكاش ميموري ما أنا بحط الكاش ميموري في الكمبيوتر architecture بشكل عام بغض النظر أضع الويب على جنب ماذا أنا أضع آخر نفذناها أو ما حوالها ماذا عفون آخر نفذناها أو جنب ممتاز إذا أتحدث عني إذا أعمل إجراء لأ مختلف كود ماذا سأفعل أضع مجموعة الإنسترائي حوالي اللي أنا أعمل صحيح يعني الأشياء وأذا سأتحدث عن data غير كود ماذا سأفعل سأضع ال data التي سأحتاج إلى أكثر شيء صح التي أحتاج أن أقوم ها مجموعة أكثر شيء وهي الـ data سأضع وهي تحتاج الكثير لأن أخفف من ال قريب ال لممتاز المموري السياح التي أحتاج الكثير سأضع الممتاز نفس الفكرة موجودة هنا ففكرة الweb cache إنه أنا في الweb protocol شو أساوي؟ أنا عندي contents موجودة في سيرفر والسيرفر هذا موجود في الانترنت وعلشان أوصله بدي أمر بعدد كبير من الراوتر واللينكس والقصص هاي ففي عندي كتير transmission, propagation and processing and صواصي ده محمد congestion delays أو اللي هم queuing queuing delay شكرا أخبت التكلمة عندما أرى queuing delay هي أكبر مشكلة الآن هذا الcontent server اللي موجود على الانترنت اللي بعيد عني فعليا باخد وقت عشان أجيب المعلومات منه تذكروا مرموات شو حكينا الانترنت تايم من عده بالسكن يعني وانتو سيكون وانتو 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 وهذا وقت جدا طويب فلا الآن كيف بدي أتعامل مع هذا الكلام كيف بدي أخفف من الوقت اللي أنا بحتاجه عشان أوصل للمعلومات فالفكرة أنه أنا بعمل بنفس مفهوم الكاشين اللي موجود في الكمبيوتر تمام بعمل على الـ local land لأن الـ local land في العادي سريعة جدا تذكروا شو حكينا في نهاية شابتر 1 حكينا الباطل نك في الانترنت وين موجودي هذا كان سؤال بالكوز في الـ access network في الـ access network صح الآن الـ institutional land والـ residential land في العادي سريعة يعني يعني أبطأ الان الآن 100 ميجابيت برسكن ومعظمهم الآن بالجيجابيت برسكن فسرعات هائلة جدا فذا المعلومات موجودة عندي في الان بستطيع أجيبها in microseconds مقابل أني أجيبها من الانترنت عم تأخذ مني 1-2 سكن يعني عم تتحدث عن مليون ضعف يعني قصدي شيء قريب من المليون ضعف من ناحية delay فالفكرة من الـ webcash أنه تستسفى client request without involving origin server origin server وcontent server موجود على الانترنت تمام فالفكرة أنه لو أنا عندي proxy عندي origin servers هؤلاء وعند clients عندي لوكالي في النتورك تمام واحد من clients عمل HTTP request الآن من origin server proxy server أو الكاش الـ object بالنتورك من هذه الـ process الـ roundtrip time كانت in the order of two seconds عشان أجيب الـ object اللي أول مرة وأخذ ه في proxy server أو في الكاش المرة التانية اللي أخذت الـ object الـ التاني أنه يأخذ نفس الـ object أخذ ه in the order of microsegents microsegents طبعاً نحن نحن نتحدث عن مؤسسة مثل الجامعة لدينا مثلاً فيها آلاف الأجهزة وآلاف الـ users تمام وهذه الـ users بينهم كثير اشتراك كثير منهم يدخل على نفس الموقع كثير منهم يدخل على الجزيرة يأخذ أخبار لأنها أخبار متغيرة يمكن يكون استخدال الـ proxy فيها شوية تركي بس كثير من الشغلات الناس تدخل عليها تشوف ها وفيها إلى حد ما static ك content فإذا أنا أخذ لها في الـ proxy عندي أكسب شغلتين أول الـ user يشعر أن الـ response time كان جداً 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 سريع تمام ومن ناحية إيش حصل خففت من الضغط على مين على الـ access network تبعي هؤلاء الفائتين المهمات جداً إذن object cache object in cache the cache returns the object مباشرة else the cache will request from the origin server and returns to the client إذن هذه كانت الفكرة الأساسية أي سؤال سوفار هذه الفكرة الأساسية من web cache واضح الأمور رح نشوف بالأرقام شو بصير cache acts as both client and server لاحظوا الكache الكache يعمل as a server and as a client يعني الآن في العادي في المؤسسات وفي الشركات كل web requests تكون directed to the cache server فهو act as a server لكل local users الموجودين في النتوك لكن إذا كان واحد من clients داخل النتوك طلب object مش موجود في proxy server أو في cache server رح يضطر الكache server to act as a client ويطلب ه من origin server لهذا السبب هو client and server هو server من local client هو client بالنسبة لل origin service تمام كاش is installed by ISP في العادي الكاش بيكون موجود في interview service provider ليش لأن شركات الاتصالات بتحط عندها cash server لتخفف على حالها traffic على network تبعتها لأن كما قلنا أين تضع cash خففت من traffic على access network تبعتك لتبعتك ISP local ISP هناك access network مع regional ISP ويوجد لها sizing ويوجد cost إذا خففت الترافك عليها خففت على حال cost وهكذا الجامعة تضع cash server الشركات تضع cash server ISP تضع cash servers حتى في browser تبعك cash يعني إذا تدخل على configuration تبع browser ستجد أن browser نفسه لك cash يعني يحتفظ بنسخ من web pages التي تطلبها من برا لماذا؟ لأن مرات الweb page أو الobject الذي طلبته أول مرة ومثلته واخذ وقت إذا هذا الobject الموجود في الweb page فعليا لا تغير عليه شيء لماذا أرجع أجيبه من content server وضيع وقت وضع ال traffic على access link أعطيه ل client مباشرة من cash لذلك cash موجود في كل مكان لأن فوائد هائل جدا why web caching كما قلنا we reduce response time for client for client The client will be very happy لأن اي شيء يطلبه يصل بسرعة طبعا ليس أي شيء دعونا نحكي كثير من الاشياء حتى لو كان نص الاشياء تصل بسرعة هاي جدا بيكون رائع جدا لأن average access time سيكون اي رح نزل بشكل واضح reduce traffic on the institutional access link وهي مهم جدا لل institution لأن تخفف cost وتخفف الاشياء على الاشياء أو delay لذلك إنترنت dense with caches لما تكون الانترنت فيها عدد كبير من caches servers وهذا اللي حاصل فعليا وهذا الحكي لما انت تخيل لو كل network كل مؤسسة كل institution فيها caches server خفف من الرافك على access link تبعته معنى ذلك وخفف من الرافك على core network لأنه في النهاية هذا الرافك يروح من access network لم إلى core network إذا كل واحدة من هذه access networks اللي شاركي في الانترنت كل واحدة منها خففت 50% من الترافك تبعها انت خففت 50% من الترافك على الانترنت كلها معنى ذلك نزلت الكونجس بشكل هائد جدا أو ساعدت بتنزيل الكونجس الانترنت واللوص والبوفر أوفلوز بشكل هائد جدا فكل ستكون win-win situation كل الناس ستكسب وهذا فعليا حاصل لأن كل المؤسسات وحتى براوزر عليها كاش حتى أحاول أخفف من الترافك على الانترنت قدر الإمكان فحتى لو عندك سيرفر إمكانيات ومش كبيرة أو الانترنت تبعته كثير كبيرة إذا في كاش كفائية في الانترنت استل يمكن إجراء جيد ميسيش هذا الكلام النظري دعنا نرى عمليا بالأرقام ركزوا معي كويس عندي هذه الحالي عندي نتوار زي اللي في الجامعة تمام في لدينا سرعة الانترنت فيها 1 جيجا بيت و هذه تعتبر ليس سرعة عالية جدا لأن الآن نتحدث عن 10 جيجا بيت و نفترض هذه الانترنت لديها سرعتها 1.54 ميجا بيت بيت لماذا هذا الرقم 1.54 هل تذكر ماهذا الرقم مرة علينا في الديتا كوم تذكرينه هذه T1 service T1 T1 line يقول dedicated line هذا في النظام الأمريكي في النظام الأوروبي اسمه E1 line سرعته مختلفة لكن 1.54 ميجا بيت سرعة T1 line التي تشتري as a service as a dedicated line for access من شركات الاتصال بغض المظام سرعة 1.54 ميجا بيت per second نسبيا سرعة قليلة صح سنرى كيف السرعة القليلة بستطيع استخدمها بطريقة جيدة تمام إذا لدي سلو جيد سلو طبعا الآن في هذه الاتصال هناك الاتصال موجودين على الاتصال التي الناس تدخل عليهم Amazon Microsoft Cisco وماذا تمام سرعة الأوروبي الأوروبي 100 كيلو بيت بالمعدل كل أوروبي يحتاج من الاتصال حجمه 100 كيلو بيت تمام يعني بالمعدل في كل ثاني ينطلب 15 أبجيط من الاتصال من أوروبي من أوروبي إذا كم متى ترافك التي تنطلب من الاتصال 1.5 ميجابيت أبجيط لماذا؟ لأن لدي 15 أبجيط صح؟ لدي 15 أبجيط 10 ميجابيت كيلو بيت ميجابيت أبجيط صح؟ أضرب مع بعض تروح أبجيط مع أبجيط يصبح أبجيط تدير البروية من الراوتر للرقبية الأصدر للإنترنت التواصل هو أوضع 2 سقن هذا هو اللي نسميه الوقت الانترنت دعاً يقوم بإعادة الوقت الانترنت التواصل الى القبية الأصدر الانترنت 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 التواصل يضع التواصل من الراوتر للإنترنت يعني من هنا whenever you come from the email أو الوقت من الراوتر الانترنت للإنترنت وترجع الراونتراب تبعها على عدد 2 سنة. طبعاً مثل ما حكينا 2 سنة وقت طويل نسبياً. ولكن هذا شيء واقعي. هذا هذا الاشي اللي موجود فعلياً. الآن الـ Access Link حكينا 1.54 ميجابيت per second. برأيكو ماذا يحدث هنا؟ ماذا يحكي لي بناء على الأرقام اللي إلى غاية الآن حصلناها. هل في عندي مشكلة؟ دكتور طبعاً في عندي مشكلة لأنه لما روح لما أصير بدي أخذ object من origin service بدي أوقت كثير طويل 2 seconds شوف. مين اللي بحكي معي أنا مش مبين معي. عبد الرحمن ملك عبد الرحمن. الآن كلامك مسبياً صحيح ولكن ماذا هي 2 seconds؟ واحد اثنين هاي 2 seconds يعني أنا دخلت الـ URL على الـ web browser ويهت إنتر. مجرد أنك كبست إنتر وعدلت جلستك عشان تقرأ راح 2 seconds الدكتور بالمقاعدة لما استعمل الـ local server بيكون عندي microsecond. ما اختلفنا ما اختلفنا لسه بعد ما اجيناش التفاصيل هاي. بس أنا بحكي بشكل عام مبدئياً وين مشكلتنا؟ أنت بتحكي مشكلتي بـ 2 seconds. أنا بحكي لك مشكلتك مش بـ 2 seconds لأنه 2 seconds هذول زي ما حكيت لك مجرد يعني دخلت طبعك عشان تطبع الـ URL بجوز بدك أكثر من 2 seconds. يهت return وعدلت جلستك عشان تقرأ الـ web page مرة 2 seconds. فكي يوزر انت صح 2 seconds كتير أعلى من الـ micro seconds لكن بالنسبة لك كي يوزر 2 seconds مش قضية كبيرة. اه دكتور بس بنفس الوقت أنا خففت ضغط كتير على الـ core devices وهذه الأشياء صحيح. بس بعد ما اجيناش لحل الكاش انت عم تحكي إنو بدي أحط كاش كلامك صحيح بالنهاية راح نشوف لما بدي أحط كاش شو بدي يصير. بس أنا بحكي على فرض على فرض إني ما حطيتش كاش وين مشكلتي الآن هون؟ هاي هاي مطلب أصل. نعم. الـ data rate الـ browser قريبا يا ريك الواحد على الأقل يحصل يعضيني اسمه قبل ما يحكي. أنا دانيال. أنا دانيال. طبع. الـ data rate الـ browser تقريبا قريبة جدا الـ access link rate What does that mean? Utilization شبه فول آها. كم الـ utilization تقريبا. رفلي رفلي تحسبش. تستخدمش كالكوليدر. كم؟ أعطيني أرقام على بعض. لا أعرف صراحة. لا لا لا. أنا أقصد كيف نحسبها. لقد وجدت أمامنا في السلايد. Utilization Lambda شو بتساوي؟ تذكروها. الـ A over R الـ A over R صح؟ شوية L؟ 100 كيلو. هاك Absolument 100 كيلو صح. وA 15. لي حسبناها قبل شوي؟ هذا صح؟ على R كم R؟ 1.54 ميغا صح؟ هاك هاك ميغا 1.5 ميغا صح؟ نعم، صح؟ مضموطا، نعم، نعم، يعني 1 هل تتذكر ما كانني احدثه؟ هل تتذكروا لكيرفي في أقل 1؟ هل تتذكروا؟ يحدث الـ Queuing Delay آه، اذا اقتربت من الواحد ما ستحدث بالـ Queuing Delay؟ ستحدث جداً، ستحدث عالي جداً إذن عبد الرحمن مشكلتي ليس بالتو سيصرفهم عشان أجيب الأبجيط من الناتورك مشكلتي أنه تبعتي الاجتماعي تبعتي كونجستد فالكيوينج ديلي هون يعني ستشوف أنه هاي التو سيكينز ولا إشي بالنسبة للكيوينج ديلي الكيوينج ديلي رح تكون في المينتس طبعا عنكي منتس معناها مقايا صح؟ تخيل أن كنت طلبت وبيج وجلست انتظرها دقائق صح؟ صح؟ ليس منطقي وليس عملي فالتي حصل هنا أنه يصبح لدي كونجستد عالي جدا لأنه ترافيك انتنسيتي على الاجتماعي قريبا من الواحد يعني لدي كونجيز هائل جدا فإذاً لاحظت أن لا تحديد المشكلة لا يوجد مشكلة لماذا؟ لأنني ستحدث عن سرعة 1 جيجا بيت برساق عندما أقسم 1.5 ميجا على 1 جيجا سيصرف عندي إيش؟ 0.15% لماذا؟ تقريبا هنا تقريبا هنا قريبا من الصفر إذاً ما هو الـ Q-Wing delay؟ هاي الـ DQ ما ستكون تقريبا؟ 0 لا يوجد مشكلة داخل اللام لأن السرعة عالية جدا لا يوجد مشكلة إذاً لا يوجد مشكلة في اللام مشكلتي في الـ Access Link Utterization التي حسدناها قبل قليل قريبا جدا من الـ 100% هل تعطيني إيش؟ هذا هو مهم جدا هل تعطيني إيش؟ الآن نرى الـ Total Delay دعنا نفكر بالـ Total Delay ما هو الـ Delay بالنسبة لي؟ لديه Delay على اللام لماذا؟ لأنني موجود داخل اللام أنا هون Client صح؟ بعد الـ Request الـ Request سيذهب من عندي إلى عندي الـ Router بإستخدام اللام صح؟ لديه Delay وديه الـ Internet Delay اللي هي ثابتة 2 seconds وديه الـ Access Delay اللي هي إيش؟ هاي اللي هي الـ Cueing Delay لماذا؟ لأن الترانزميشن ليس مشكلة المشكلة في الـ Cueing فإذا تجمع هذه الـ Delay مع بعض سوف نرى أن الـ Internet Delay تابتة 2 seconds هاي اللي احنا افترضناها هاي اللي احنا افترضناها والـ LAN Delay لأنها عم نتحدث عن almost zero utilization على الـ LAN معنى ذلك عم تتحدث عن microseconds نكليجيب مشكلتك وين؟ ها مشكلتنا بالـ Minutes فارح تطعى الـ Total Delay بالـ Minutes بسبب الـ Cueing دريه على الـ Access Link هل تفهم؟ والحي يا شباب عبد الرحمن توضحت لك الفكرة التي كنت تحاولها أه دكتور واضح ممتاز الآن هاي المشكلة أنا الآن كنتورك انجينير جيت هذا الوضع الحالي اللي عندي كيف تحل المشكلة؟ تأتي تحكي طيب أسهل طريقة وأسرع طريقة هاي سهلي نذهب إلى الـ Ether وصل إلى شركة الاتصالات ارفع لي الـ Access Link ارفع لي الـ Data Rate تبع الـ Access Link وأنا أدفع لك لدي فلوس شركة زنجيلي لديها فلوس هل هذا حل؟ حل أو لي حل؟ أكتور حل بس أنه فيه cost يعني بلها ممتاز هو حل ولكن فيه ممتاز 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 إذا لديك فلوس وليس سائل ممتاز ممتاز نحن كنجينير نحن نفعل ذلك نحن نرى الآن حتى لو عملتك ما سيحدث انتبهوا الآن ممتاز 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 صح؟ ماذا سيحدث الآن؟ عندما صارت 154 أنا ضعفت ممتاز 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 عندما ضعفت ممتاز 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 على الـ Access Link دكتور قل كثير يعني يعني كثير بالتالي كم؟ من أنها كانت صح؟ فاكتور 100 صح؟ ممتاز ممتاز يعني نزل من 99% كم؟ 99% 99% 0.99% يعني صارت مثل اللام ممتاز ممتاز فبطل عندي مشكلة وين؟ في الـ Access Link ما صفت الآن؟ صفنا الآن نحكي بدل المنتز صار عندي ممتاز أو ممتاز كما اسمه؟ لا طبعاً هذه هي 1 جيجابيت ممتاز صحيحة تكون بالممتاز فلاحظوا أن ممتاز والممتاز 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 يعتبرون بالنسبة لـ H2 لكن لاحظوا ما صار صار عندي والممتاز 2 سنة لا نزل عن الانترنت وكما قال عبد الرحمن قبل قليل حتى 2 سنة يمكن أن يخففها صح؟ ما صارتني؟ أتوقف 2 سنة على كل ممتاز لاحظ الآن عندما حطينا الـ Access Link أعلى صحنا تخلصنا من قسط الـ Minutes ونزلنا من Minutes إلى 2 سنة وهو ممتاز ممتاز لكن أين المشكلة؟ دفعت فلوس كثير صح؟ وهذه الفلوس هو ممتاز 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 إذا كنت تدفع 1.54 ممتاز لنفترض كنت تدفع 20 دينار في الشهر على 154 جزء تدفع لك مثلا 100 دينار في الشهر فإن أنت تتحدث عن ممتاز على الشركة ممتاز لزم ترى الآن كحل آخر وهذه نقطتنا من النقاش كله كيف الكاش يجعل المشكلة بشكل كبير بدون أن أضطر أدفع فلوس أو أرفع من الـ Access Link بالأرقاء ترى الآن إن أحضر ممتاز وقال إن أضطي ممتاز 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 100% تضع ممتاز ممتاز 70% تضع الداف ما 그럴 حدث ممتاز ممتاز تضع اَنا لدي ما هو الهتو ح taken Przy czym Warfare عندما كنتم ارايتا عن preached BY قريتينا كنا نتحدثه عن مهتو حيث است missed ratio صح ؟ يعني في كم مرة كENTS اض dwelling الش suspicious من الفترض أنuttaه 40% من المهات يترضي من أجل الحي inheritance ممكن أن أخبر رئيسArte في العادة يكون الريت أكثر من ذلك ولكن لنختار أن الريت أقل من 50% إذن لدي 40% من الريكوست مجموعة من الريكوست هذين سأجيبهم من أين؟ من الريكوست من الريكوست وعندي 60% من الريكوست من الريكوست يعني ليس موجودين في الريكوست أريد أن أجيبهم من الريكوست أو من الوريجين أو من الكونتين ما حدث عن الريكوست الآن؟ 60% من الريكوست يستخدم الريكوست إذن ما حدث هنا؟ نزلنا الريكوست على الريكوست يقدر كم يا شباب؟ 60% 60% كان عندي تقريبا 100% ويقول 99% عندما أريد أن أزل 99% بمقدار 60% إذن أنا أتحدث عن إيش؟ أقل من 60% وتتذكروا في الكارف ما قلنا؟ أو تتذكروا ما قلنا؟ قلنا الكارف العلاقة بين الريكوست ويقول ما قلنا؟ هنا لدينا 1 وهنا لدينا 0 وتتذكروا كم؟ 0.8 0.8 شكرا الآن نتحدث عن إيش إحنا؟ عن قريب 0.6 أين يعني 0.6؟ يعني نتحدث هنا يعني إيش؟ أفضل من الأبتمال ففي عندي كيوينج ديلي لكن كيوينج ديلي هاي جداً جداً مقبولي يعني اليوزر ما يشعر فيها إذن ما سويت؟ حليت المشكلة المشكلة كانت في الأكسس لينك تحلت من خلال ويب سيربر أو البروكسي سيربر فالآن الديتارات البروكسي ما حدث فيها؟ نزلت بمقدار 50% حسبناها كم؟ 1.54 60% من هؤلاء سيمر بل الأكسس لينك التي هي 0.9 صح؟ وأربعين بالمئة منهم التي هي 0.6 ميجابيت برساكد سيمر من وين؟ سيكونوا ضمن اللان سيكون لدي الهتواجد 0.9 خلال 1.54 كما قلنا قليلا قريبا 60% 58% 58% هنا ممتاز جدا يعني لو كان أعلى قليلا لا يوجد مشكلة لكن 58% ممتاز جيدا ممتاز جدا فكيف يحدث عندي تحتل دليل؟ كنا نحسبها الآن نحصل نحصل ما نسميه حصل الآن 60% من الترافك من الترافك من الترافك و 40% من الترافك من الترافك من الكاش الموجودة على الوقت اللان ما صفحة عندي؟ صفحة عندي 0.6 x x x x 2 2.1 لماذا 2.1؟ 2.01 يعني ملهوش كثير ماذا؟ 2-سكن 2-سكن لترافك سابعت الانترنت سابعت الانترنت صح؟ لماذا؟ لأنه هذا الـ 60% طارق على الوريجن سيربر ففي عندي 2-سكن و 0.01 اعتبر اقل من هذه يمكن قصده اللان لو انت تمر باللان بعدين تمر بالانترنت صح؟ فأعتقد هاي اعتبرها اللي هي الدلي داخل اللان لما ترسل الـ Access طبعاً نقليجيباً يعني 1% ولو 1% مالهوش قيمة كثيرة بس هو عظيم عشان الدقة فهون عم تحدث عن الـ Network Internet Delay والـ Point O1 اللي هي المفروض أقل من هيك اللي هي اللان دلي لهذا الـ Request زائد 40% اللي هما الـ 40% اللي حكينا عنهم اللي هما من الكاش هذول فعلياً ملي سيكون هكوم شهنية فترضها يعني هي اعتبرها بالملي سيكونز ف40% مضربين في ملي سيكونز اللي هما الـ Access للكاش حتى هي بالمفروض بالميكرو سيكونز فشو بتلاحظوا بتلاحظوا ان هاي الجزئية تقريباً راحة والـ 2 هاي اللي كنت أنا لما حطيت الـ Access Link الكبير اللي دفعت منها كثير ما كنت تخلص من الـ 2 لاحظوا الآن الـ 2 هاي انضربت في 0.6 فصار عندي الـ Average Access Delay أو الـ Average Total Delay قريب الـ 1.2 سيكونز فأنا ما دفعت فلوسي زيادة غير اني بس حطيت الكاش سيربر وحطيت عليه الصوفتور وهاي الشغلات موجودة وابيلابل ولا تعتبر كوسلي تمام هذا الحكي نزل لي الـ Total Average Delay لـ 1.2 سيكونز نزلت لدرجة كثير كوي يعني 1 سيكونز يعني رمشت عين بم كل شي موجود تمام طبعا هون عم تحدث عن بري كونزرفتف Hit Ratio لو الـ Hit Ratio تبعك كان مثلا 0.6 بالعكس يعني بصير عندك هون نضربه في 0.4 بينزل عندك الـ Total Delay عن الـ 1 سيكونز هاي تعتمد على الـ Statistics الموجودة داخل النتور سمحتينا هاي المعلومات ما بتيجي من فراغ هاي انت كنتورك انجينير بيكون عندك التولز اللي تستطيع من خلالها تعرف طبعا بنفس الـ Proxy Server أو الـ Cache Server بمكانك تحط هاي الـ Tools اللي تحسب لك فعليا أكم مرة انت بتحتاج تروح لـ Content Server هاي تعطيك فكرة على مدى مثلا أيام وأسابيع كم انت فعليا الـ Hit Ratio وميسر ومسر ومن خلالها تعمل التوكين للدزاين تمامي شباب إذا تلاحظوا وجود الكاش بحل مشكلة هاي جدا بحل المشكلة أنا كـ Local Network بخففت علي كوست للـ Access Link بدل ما اضطر أدفع أضعاف تمام بحط PC أو واحد من هالPC بحط عليه Proxy Server وبوجه كل الـ Traffic اللي بروح على الـ Content Server ووجهه كل ياتوين على الـ Proxy Server وهذا الـ Proxy Server إذا احتاج بروح لـ Origin Server إذا ما احتاج الـ Content موجود فيه أنا وفرت على حالي ترافيقي كتير خدمت الـ Clients تابعوني بسرعة هاي جدا تمام بدون ما أتكلف فلوس كتير طبعا الفائد الأكبر على هذا الكلام أني أنا لما خففت الترافيق بالحالي هاي خففت 46% فعليا خففت 40% من الترافيق تابعي على الانترنت والمؤسس الثاني عملت كذلك والثالث والرابعة لو فرضنا أنه كل واحدة من المؤسسات كمية ترافيق اللي عم تطلع الانترنت نزلت للنص أنا خففت اللود على الانترنت كور كلياته بمقدار النص فتخيل كم هذا إلو أثر إيجابي على الـ Performance تابع الانترنت مصلت؟ آه شباب واضح الأمور آه واضح أكثر ممتاز أي سؤال؟ طبع نضع لكم مسائل على هذه على هذه الفكرة تدربوا عليها إن شاء الله بأكثر من طريقة يعني في لها أكثر من طريقة للحسابات بس يعني الفكرة الأساسية هي هي طيب نشوف هذا الكلام كيف بتم فعلياً يعني كيف الـ Proxy Server بيتعامل مع هذا الموض فيه ما يسميه الـ Conditional Get تتذكروا قبل ما أتحدث عن الـ Conditional Get تتذكروا لما في نهاية المحاضرة الماضية شفنا الـ Response الذي يأتي من السيرفر وحكيت لكم تبهوا فيه دوة دات يعني دوة دات وقت فيه واحد اللي هو الـ Date اللي هو الـ Response Date وقت يعني مثل السيرفر رد عليك بالضبط بالوقت وكان فيه كمان فيلد اسمه Modified Sense إذا بتتذكروا الـ Modified Sense هذا حكينا بيتعلق في الـ Object اللي السيرفر عم برجع لي عم بحكي لي إنه هذا الـ Object تم تعديله آخر مرة بهذا التاريخ اللي هو Modified Sense وهذا هو التاريخ اللي فعليا بيستخدم الـ Proxy Server عشان يعرف إنه هل الـ Object اللي مخزن عنده Up to date ولا مش up to date هل بحاجة إنه أنا أرجع عمله Download ولا مش بحاجة فالـ Conditional Get إيش الهدف منها Don't send object if the cache has up to date cache version فالـ Cache Server فالـ Cache Server بيتواصل مع الـ Content Server وبيحكي له أنا هذا الـ Object موجود عندي لكن آخر مرة تتعدل فيه الـ Object هذا كان بالتاريخ والوقت الفلاني هل عندك إشي أحدث ولا ما عندك إشي أحدث إذا عندك إشي أحدث ابعتلي for response إذا ما عندك إشي أحدث خلص لا تبعث لي يعني رد علي بدون contact لأنه عادة ما قلنا الـ Object بالذات إذا كان الـ Object كبير يأخذ وقت كثير في download فهو إيش يساوي الـ Proxy Server هذه الطريقة التي من خلالها يعمل الـ Update على الـ Object الـ Object الـ إذا لا الـ Object Transmission Delay إذا وفرت الـ Object Transmission Delay إذا كان النسخة التي لدي Up-to-Date Lower Link Utilization خففت على Utilization تمام فالـ Cache الآن specify the date of the cached copy in the HTTP request إذا ما يساوي الـ Cache الآن لما يطلب Object معين من الـ Content Server يضع فيه Conditional Get يعني يقول أعطيني هذا Object بشرط وهذا الشرط أنه الـ Modified Date أحدث من الـ Modified Date اللي إذا يضع هذا statement If modified since في الـ Request يقول Give me this since this date تمام فالـ Client الآن يساوي يعمل request للـ Server بالطريقة الاعتيادي لكن يضيف عليها هذا الـ Header line تحكيله هذا هو الـ Date اللي موجود عندي إذا اللي عندك أحدث ابعث لي إذا مش أحدث خلص لا تبعث لي تمام فالـ Server رد الآن The Server response contains no object if cache copy is up to date فالـ Server ما يساوي الآن إذا وجد النسخة اللي موجودة في الكاش already up to date فالـ Server تعديلها ما يبعث له بيبعث status 304 not modified بيحكيله خلص اللي عندك ما تم عليه تغيير خلي عنده يعني استخدم تمام فالـ Object إذا كان الـ Object في السيرفر not modified before that date it will send 304 not modified الآن let's request message إذا الكاش طلب مرة ثاني من السيرفر if modified since وجد أن الـ Object is modified شو يساوي بيبعث له بالطريقة الاعتيادي with status code 200 OK وبيبعث له update لهذا الـ Object أمور سهلة وبسيطة فهذا اللي بيحصل فعليا ما بين الكاش سيرفر أو حتى كما ما حكينا براوزر على client ممكن يعمل نفس الكلام لأن حكينا حتى براوزر لديه كاش تمام ويخزن معلومات لوكال على الجهاز عشان تخيل لما الـ Object موجود لديك على الجهاز و up to date بلامح البصر يكون لديك تضطر ما تجيبه من السيرفر طبعا الآن الـ Proxy سيرفر يجبه و يجبه من طريقة موضوع يعني أنت الآن ممكن لا تضطر تستنع بين مكلاينت يطلب مثلا في عندك Object الناس تطلب كثير لا تستنع بين مكلاينت يطلب ويظل يستنع بين ما يجيب له من السيرفر يمكن الـ Proxy سيرفر يمكن أن في وقت الـ Off-Beat في الوقت الذي يكون فيه دروة مثلا بعد نصف الليل يمكن أن يبدأ موضوع على الـ Object الذي لديه يطلب من الـ Content سيرفر أن إذا شيء جديد يبعط لي لأن الفترة لا يوجد مشاكل ويجب مشاكل فقط أستطيع تحديث ويضع في الكاش وعند الـ الصبح يأتي ويجب المعلومات يجب معها في الكاش مثلا سأخبر كميكال 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 خلصنا الذي نحكي في شابتر 2 أي سؤال على أي شيء بكم يوم الثنين القادم إن شاء الله نبدأ في ترانسبر تليير تشابتر 3 بكون أنا اليوم أو بكرة أو خلال الويكن بكون حط تلك السلايدات تبعة تشابتر 3 وإن شاء الله بكون حط تلك شوية مسائل أنا واحد من الزملاء على أكسف سايزز على تشابتر 2 عشان تبدأ شو تدرب عليها كويس وأبكر ما يمكن وعلى الأغلب المتأكوز الثاني رح كون مسائل الخميس القادم أي سؤال يا شباب قبل ما أنهي طيب إذا ما أحد عنده أي سؤال بإمكانك تغادروا اللي عنده أي سؤال يتفضل يسألني أو ينتظر إذا حاب يحكي معي بشكل خاص يعطيك على فعلي سلام وعلي دكتور إياكم الله اشتركوا في القناة